طلب مزارع التفاح في قرية بشاوي بريف حمال غربي بتعويد الخسائر التي طالت موسمهم بسبب الظروف الجوية وبالرغم من رفع جداولة تتضمن أعداد المتضررين ونسبة ضرر لمدرية الزراعة إلا أن طلباتهم قُبلت بالرفض لم يتم تعويد مزارع التفاح في محافظة حمام صندوق الكوارث مع العلم أنه تم التعويد لباقي المزارع في المحافظات هذا قدم الطلب بحزيران وطلعت مشكورة الوحدة الرشادي وصندوق الكوارث ودارت زراعة مشكورين بتربية الندام بباشرة ورفعت الجداول وقالوا أنه في ضرر وقدموا تقريرهم على أساس أن تعويدنا الزراعة قامت قناة كل المشكورة بشباط ورفضت تقارير وعملت لقاء مع المزارعين وأثبت ذلك أنه في ضرر عزاني يتلبط التعويد من بيشار أزار لحد التاريخ لحد التاريخ ليس من أي تعويد على المزارعين ولدى مراجعة الفلاحين والسؤال عن التعويد جاء الرد من الصندوق بأن رفع الجداول تأخر مع العلم أن قناة سما عرضت تقريرا بتاريخ التاسع من شباط ومن خلال الاتصال مع مدير زراعة حما وعد بالتعويد للفلاحين خلال شهر أذار شجر التفاح العالم عم تمل منه أولا عدم دعم صفر بالخالص أسمي دي ما فيه الأدوية غالية بشكل وعدونا بالتعويد على أساس نقبض من شهر أزار وكل أسوة بالمناطق اللي قبضت كلها تماعدنا نحن السبب تأخير ما بعرف ليش تركمت الديون للصيدليات الزراعية وارتفع ثمن الأدوية وتراجعت قدرة الفلاحين على الاستمرار فقد بدأ عدد منهم بقطع الأشجار واستبدالها بزراعات أقل تكلفة فهل سيتم إنصف مزارعي التفاح في محافظة حما ويتم منحهم التعويض؟ سؤال برسم وزارة الزراعة